موسيقى حرب الحفاظ على منصبه في رئاسة الحكومة وارضاء المستوطنين يتم على حساب الفلسطينيين فاليوم الف وحدة استيطانية وبالامس مثلها وقبلها مثلها ونصف وغدا ربما اضعف ذلك بيوت الكرميد الاحمر تتضاعف في ليلة وضحاها ويريد نتنياهو من ذلك فرضى سياسة الامر الواقع في القدس المحتلة ومحيطها من مدن الضفة الغربية بهدف عزل العاصمة عن المحيط العربي الفلسطيني هذا جزء من مخطط شامل خلال الاكل من شهر تم اصدار اكثر من 4000 واحدة سكنية وخاصة في منطقة القدس وباك التجمعات تم ترحيل اكثر من 35 اسرة من داخل سلوان هناك كرار بهدم بيوت ليكل عن 20 الف بيت في داخل القدس كرار الاخطر الذي اخذوه قبل شهر ونصف بمصادرة 4000 دنم من منطقة بيت لحم والخليل هي ليس فقط لخدمة مستوطنة عاطسيون بل هي جزء من امتداد ما تسمى بالكدس الكبرى الف وحدة استطانية جديدة في مستوطنة رامات شلومو في القدس ومستوطنة جبل بغنيم جنوب العاصمة المحتلة بالاضافة الى اصدار اوامر لتسريع بناء البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية فيما تنظر مؤسسات حقوقية دولية ان نتنياهو يضرم النار في المنطقة ويصب الزيت على النار وان هذه الافعال قد تسرع في اعتراف دول العالم بدولة فلسطين نتنياهو يريد ويسعى لان يكرس عملية الضم والتهويد وقد وصلت وقحته الى هذه الدرجة لانه لم يعاقب ولم تتعرض اسرائيل للعقوبات التي يجب ان تعاقب بها انا اوان اتخاذ اجراءات حازمة ضد اسرائيل اولا يجب ان تعرف اسرائيل ان خرق الوضع في المسجد الاقصى يعني الغاء المعاهدة القائمة مع الاردن لا مجال لان يتغنى الشعراء بالقدس لان بيوتها القديمة تحولت الى كيبوتسات للمستوطنين وازقة بلدتها اصبحت حواجز جديدة لشرطة الاحتلال وسماءها الزرقاء اسودت من غبار الحفريات تحت المسجد الاقصى المبارك واللمعة الذهبية في القبة السفراء بدأت تخجل لان شيئا ما يحدث وان عربها ساكتون الحاملة الاسرائيلية الشرسة في القدس تتواصل لاستطان يتوسع ويمتد لفرض سياسة الامر الواقع وقدس تأنه من وقع السكاكين في عمق خاصرتها وحملت حملا لم تحمله الجبال احمد براه من رؤية القدس المحتلة احمد براه من رؤية القدس المحتلة